فاطمة خير فاطمة خير كما يعرف الجميع والمقربين منها هي فنانة مناطلة مرتقفة نحن فرحون أن يكون ممتل ديال الفنانة في البرلمان من طينة فاطمة خير شوف أكيد أن فاطمة خير ستدافع على حقوق الفنانين ستدافع عن سن قوانين في صالح الفن والفنون في المغرب أكيد أنه بمعرفته لها وبنضالها وبثقافتها ممكن إلا أنه تضيف إضافة نوعية جادة في المصر السياسي في المغرب سيد السعيد وحد النقطة لكل تكلم عليها في غير سوسيو قبل الإعلان عن نتائج انتخابات هو كان المس بالفنانين بحكم مشاركتهم في بعض البراميش للحملات للحزب للتجمع الوطن والأحرار أنا بكل صراحة نذكروا بالإسم المسألة لي وضعك كانت قادم طرف الدكيران وكان أردنا عن سعيد النصري ما تعليق لكم عن هذا الشيء؟ أنا أردت ديك في آنها أردت بأنه أردنا عن الإساءة سيكونوا يوم 8 سبتمبر لماذا؟ لأنه أنا كنت في الحملة كنت كنت ندير الحملة مع الحزب في سيديحي الغرب وتصلوا بي مجموعة من الإخوان تقولوا يا واش نردوا؟ قلنا لا يمكن أن نردوا لأنه يجرنا إلى الحضيد في نقاشتنا نحن يجب أن نرقى انتهى ذلك المغرب الذي لا يمكن أن نبدو أن نديره فيه عن فراغ وعن الجهل يجب أن نرقاه بالخطاب السياسي فكان الجواب لي أننا سنجاوبه في 8 سبتمبر لأنه كنت في الحملة وشفت الناس في وارزازات في زاقورة في مراكش في الحوز في سيدي سليمان في سيدي قاسم مشينا كنت نقو على الضيور كنت نشرحوا البرنامج للناس الناس كانوا كيتلقونا ببشاشة كيتلقونا بحب كيتلقو البرنامج تقولوا بأنه عينا هذه عشر سنوات وإحنا نعاني عينا فكنا احنا متفائلين بالنتيجة لهذا كنت قلت بأنه سنجيبوك يوم 8 سبتمبر والمواطن المغربي ما خدلناش وأجابه جوابا شافية وشو جواب لي الجواب ديالي أنه لا يمكن أن أجيب جاهلا لأنه يكفي أنه نحن فنانة ما جيناش لهذا الحزب الكبسولات اللي درنا ماشي لأنه الحزب عيطنا باش نديروا الكبسولات هذا اقتراح من فيدراليا الوطنية للفنانين التجمعيين التي أرأسها أنا يعني جينا وعطينا مقترح للإخوان في الحزب بأن اليوم ما رأى غادي نديروا غادي نديروا مجموعة من الكبسولات باش شرح الناس كيفاش يصوتوا باش شرح الناس لبرنامج وقمنا بهم وعطينا التشيحة شي حاجة إلا كان هو كيعطي لشيحة شي حاجة يتحمل مسؤوليته وكله إنائي بما فيه يرشح اشتركوا في القناة